انتهاء حملات وزراء الحكومة الموريتانية في مختلف الولايات للتحسيس بالحوار السياسي واستعداد النظام له وتقديم المعارضة على أنها هي من ترفض الدخول فيه انتهاء حملة التحسيس زامنا مع انتهاء الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الذي دع المشاركون في جلسات الحوار التمهيدية إلى تنظيم حوار وطني شامل فيه آخر الأنباء تقول أن المنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة يتجه إلى تغيير رئاسته الحالية واختيار نقيب المحاملين الموريتانيين السابق أحمد سالم البحبين رئيسا جديدا له وذات الخطوة يحضر اتلاف أحزاب الأغلبية الداعم لرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز حذوها حيث يتجه هو الآخر إلى تغيير رئيسه الدوري رئيس حزب الفضيلة عثمان ولبو المعالي خطوات متزامنة قد لا يكون لها تأثير مباشر على مستقبل الحوار السياسي التي تبدي مختلف الأطراف الاستعداد له دون أن تدخله بشكل فعلي وظل بذلك حبيث تعبير كل طرف عن الاستعداد له وتحميل الطرف الآخر المسؤولية في تعثر مساره كتلة أحزاب المعاهدة من الجتنوب السلمي التقت قيادات في المنتدى وقبلها التقت الرئيس الموريتاني أكثر من مرة في خطوات تقول إنها تحاول من خلالها أن تلعب دور الوسيط بحثا عن خلق توافق يجمع مختلف فرقاء المشهد السياسي في موريتانيا ومع تأكيد الرئيس ومختلف وزراء الحكومة على إجراء الحوار السياسي في الشهر الجاري وتأكيد المنتدى على عدم المشاركة في أي حوار قبل تقديم رد مكتوب على أمهداته يطرحه بقوة شعار الحوار بمن حضر يقول متابعون